بطلت اجيب اعواد الجخور بسبب المشكلة دي دايما بيبهدل الدنيا بالرموضة اللي ينزل منه ده ده غير انه مالوش مكان فتعالوا بقى نعمل الفكرة دي تحفة وعملية جدا كل اللي هنحاجه اي علبة كرتون زي دي كده دي علبة معجون اسنان قبل ما نبدأ كده لازم نقفلها كويس قوي بالتيب عشان ما تتبقاش مقفولة من الاطراف كويس بعد كده هنفرغ الجزء ده باستخدام المسطرة والقطر نسيب الجواني ببقية زي ما هي كمان حطيت تيب من جوا كده على الاماكن المفتوحة عشان هلمها على بعض والسائل ما يخشش جواها ولو تقدروا كمان تغطوها كلها من جوا باللزق هتسهل عليكم وانتو بتخرجوا منها الجبس واي حاجة هنستخدمها لازم ندهنها الاول بالزيت او الفازلين عشان نقدر نخرجها بسهولة ونقصرش القطع بتاعتنا بعدين هعمل خليط عبارة عن مياه وجبس مش بعمله بمعيار معين يعني بحط مياه وجبس لحد ما هيبقى قوامه كريمي كده حطيت الكرتونة دي على كرتونة تانية اقوى منها شوية عشان نقدر نقلها حطيت خلت سنين هنا والقلم قدامها كده نسيبها بقى تنشف شوية وبعدين نطلعها من الكرتونة انا سبتها نص ساعة وطلعتها ومتقلقوش بقى من الكرتونة اللي لازق ده هطلع معاكم بسهولة ممكن نشيله بالقطر او نقشره بقدينا كده هطلع من فوق ما كانتش متساوية قوي وكمان من الجوانب فاستخدمت الصنفرة ومياه عشان انا عامها وسويها دي اسمناها صنفرة دوكو 320 وصنفرها على طول بعد ما طلعها من القلب وبسيبها تنشف في الاخر مرة واحدة بنحط القطع في المياه كده ونصنفرها حرفيا بتبقى زي الميرية كمان ما بتخدش مجهود كبير ونسيبها بقى تنشف في الهوى ولما بتنشف وزنها بيخف كمان لونها بيفتح بنيجي بقى لمرحلة التلوين هلون الجزء ده بلون مختلف عن الجزء التاني بحددته كده بلازق ورق وهستخدم دهب ايطالي ده بس لازم نقلبه كويس قبل التلوين عشان بيبقى فاصل كده بجد خطير وبحب اشتغل بيه في اي حاجة بعملها بحب الون بيه جدا دهانت الباقي بقى لون ابيض عادي بيفضل في الاخر ندية طبقة حماية بورنيش مائي عشان ما فيش حاجة تلزق فيها وكمان نقدر ننضفها بسهولة نحط عود البخور هنا كده ونشغل بقى طحفة وشكلها شيك قوي ما خدتش مني اي وقت ومش مكلفة ابدا اختراعوا بجد ولازم تجربوه وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم